اهلا بكم من جديد رجالتنا بيتغدوا باللي بيجوا علينا ما دي الرسالة الواضحة يعني اسم تأمال مهر في البرلمان لما الدكتور لما المهان شريف اسماعيل عفوا راح البرلمان سألوه على التقرير النصف سنوي بتاع الحكومة يعني الحكومة بتعمل تقريرين في السنة مفروض بيروحوا للبرلمان البرلمان بيراجع هذه التقارير تقارير عن الاداء عن الانجاز عن العقبات عن الاخفاقات وبعدين بياخد قراره في ضوء هذه التقارير الحكومة دي تكمل الحكومة دي ما تكملش الوزير دا يكمل وزير دا ما يكملش لما راح المهان شريف اسماعيل في بداية دور لانعقادة الثالث سألوه قالوهم ان شاء الله الاسبوع الجاي يعني سبوع الجاي هنجيبلكو التقارير حتى هذه اللحظة لم يصل التقرير النصف سنوي عن اداء الحكومة الى البرلمان ولما سألنا عدد من المصادر او النواب اللي هم يعني في المفاصل بتاعة البرلمان قالوا لنا انه الحكومة قالت او مجلس الوزراء قال انه البيان سيصل او التقرير سيصل الاسبوع المقبل نتمنى طبعا ان التقرير يصل الاسبوع المقبل مش دا الموضوع يعني لكن الموضوع انه من المتوقع تبقى دي مصادر داخل الاغلبية البرلمانية انه هيبقى فيه تعديل وزاري يضم من 6 الى 8 وزراء بعد دراسة مجلس النواب لتقرير الحكومة النصف سنة طبعا هل هيحصل 6 وزراء 8 اكتر اقل هل التغيير سيصل الحكومة كلها برأسها ولا هيفضل المنشف اسماعيل هل المجموعة الاقتصادية هتظل خاصة انه فيه شوية مؤشرات كده انه فيه بعض الوزراء فيه المجموعة الاقتصادية يعني داخلوا مرحلة البهتان في الاداء ومشاكلهم اكتر من انجازاتهم يعني فاحنا قدام اذا وصل التقرير الحكومة النصف سنة والى البرلمان الاسبوع القادر ونتمنى ان يصل فبعد دراسته فاحنا قدام تعديل برلماني وشيك تعديل وزاري وشيك يمكن يعني زي ما بقول لحضراتكو التوقعات البرلمانية يعني هذا الكلام لهو جاي من الرئاسة ولا جاي من مجلس الوزراء ولا جاي من اجهزة امنية عشان الناس تقعد ايه بتقعد يعني تدور تقولك المصادر دي منين المعلومات دي منين لا مش من دول لا من الرئاسة ولا من مجلس الوزراء ولا من اجهزة امنية عشان تستريع ولكن هذه المعلومات مصدرها برلمانيين عارفين انه التقرير هيجي امتى وهيدرسوه ازاي وبيرجحوا انه يبقى فيه تعديل وزاري يضم بين 6 الى 8 حتى يحدث ذلك ساعتها نفكركم اذا كان هيحصل هنقول لكم ان احنا قلت ما حصلش اعتبروا ان احنا مقولناش حاجة